الثورة التونسية الباحث عن الديمقراطية وما خلفته على الساحة السياسية من تباعة حكومة زين العابدين بن علي تأسيس المجلس الانتقالي وتعاقب الأسماء لتولي إدارة المرحلة وتسييرها تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فترة متقاربة الباجي السبسي تقلد الحكم مع تعاقب أحداث أخرى أبرزها وفاة الرئيس المنتخب مؤخرا أحداث متسارعة وتحديات متداخلة فيما بينها تحمل عبئها كل من الشعب والحكومة للخروج بتونس إلى بر النجاة رغم اختلاف التيارات والتوجهات وكذا الإديولوجيات انتخابات مسبقة عن أجلها بعد وفاة الرئيس السبسي حيث إنها قدم معيدها إلى شهر سبتمبر المقبل بدلا من أكتوبر المقارنة بين تونس والجزائر التي تشهد حراكا شعبيا وانسدادا سياسيا لا يمكن نقيام بها نبرا للاختلاف خصوصيات كل بلد وشعبه وطبيعته السياسية الثقافية الدينية والاجتماعية إلا أن الجزئية التي تشدر الإشارة إليها أهمية ترك الإديولوجيات والانتماءات الجانبية على الهامش مع تسبيق مصلحة الوطن العليا فوق كل المصالح الشخصية ترجمة نانسي قنقر